اخترت اني اتعلم اطباق القش القمح التراثية اساسا انا ما كنت اعرفها نهائي وهي بالاساس مندثرة خلينا نحكي لانه الناس كثير بعاد عن التراث صاروا يواقبوا العصر والتكنولوجيا وهيك اشيه حتى هاي الاواني او الاطباق كانت زمان في كل بيت تكون موجودة اما اليوم يعني صعب جدا تلاقيها موجودة في كل بيت فاجتني فكرة اني اتعلم اطباق القش نسيج اطباق القش اللي هو موروثة الثقافي وتراثنا وتراث ابائنا واجدادنا فتوجهت لعدد من السيدات عنا في القرية اللي هم حاجاتي كبار بالعمر وبلشت اتعلم منهم البداية والطبق وكيف حتى هم يعني انبسطوا كثير انه رجعوا لذكرياتهم وكيف اني عادت احياء هاي الذكريات عندهم طبعا الواحد مش من اولها يعني بكون انه بنجز وبنتج بس حبي وشغفي لهاي المهنة خلاني استمر فيها يعني استمراري فيها انجزت وابتعت فيه نسيج اطباق القش القمح التراثي دماجة التراث القديم بالتراث الحاضر وادرجته في اعراسنا يعني بالاعراس والمناسبات بتناقلوا اكثر هاي المهنة وفعلا يعني اشتغلت بالاعراس سلال صواني يجاطات لوازم لجبل الحنة توزيعات كل شغل يدوي مميز مراحل العمل او بداية عمل اطباق القش القمح طبعا قش القمح قمح له تقنية معينة يعني بننقعه من ربع ساعة لنص ساعة تقريبا وبنبلش نعمل فيه والاسباغ كانت زمان اسباغهم يعني كثير كثير كويسة بس اليوم مفقودة مش موجودة يعني القرام بتلاتين شكل والقرام ما بيسبغ اي يعني ما بيسبغ كمية فوجدت بديل لهاي السبغات انو نسبغ بسلغة الملابس صح هي بتغلب شوي بتاخد وقت اكثر بس يعني انها بفضلها اكثر من انو هذا القشل بلاستيك صرت اعطي دورات بلشت دورات في قش القمح في مركز وردو نوار في رمالة تحتة والحمد الله كانت كثير ناجحة واعطيت كمان في بلدية البيرو بلدية بتونيا وفي الخليل ونابلس في مراكز كثير توجه يعني بعتولي لأعطاء هاي الدورات وبلاحظ انو عليهاي اقبال والطريف في الاشي انو يعني اقبال السيدات من مختلف الاعمال مش فقط بس انو اعمار معينة يعني اجتني سيدة وعمرها تقريبا خمسة وسبعين اثنين وسبعين سنة حابت اتعلم هاي المهنة فانا كثير انبسطت ونفس الوقت يعني اني كي بدها تتمكن يعني لانو تعرفي كل مكة يعني كبير الانسان بالعمر استيعاب ويكون اقل فانا انبهرت لشغلها عن جد اشتغلت وانبسطت ومع انها ما كان عندها اي خلفية عن صناعة اطباق القش لازم الاجيال يعني نظل نتناقل تراثنا حتى يعني الاجيال الحاضرة تعلم الاجيال اللي اللي احتيجي بعدها لانو المائلو ماضي مائلو حاضر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة